فضيع جهل ما يجريه، وأفضع منه أن تدريه، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ كانت الكابيات قديمة جديدة لأديب اليمن وشاعرها، تحاكي واقع الأمس واليوم، وتشرح وضع اليمن بين عهدين، عهد إمامة حميد الدين بالأمس، وعهد إمامة بدر الدين اليوم. لم يعد أحد إلا وأدرك ذلك المستعمر السري الذي غزى صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الأسود، اليوم الذي أطلت فيه الإمامة بوجهها المشؤوم والقبيح من جديد، في محاولة لاستجرار عهد أفد منذ زمن. لم يكن يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، مجرد تاريخ بل حقبة وضيعة، أرادت أن تتموضع من جديد فوق صدور اليمنيين الأحرار، الرافضين لماضيها وحاضرها ولتاريخها الدامي. دلف الحوثي وسلالة الإماميين الجدد بذيورهم إلى صنعاء، فقدم معهم الجهل والفقر والأزمات، عاد الجدري وأمراض الزمن البائد بمسميات جديدة، حضرت مقاصل الموت وسياف والإمام من جديد، واستعادوا عن السيف بالمدافع والبنادق. جهل وجوع وأمراض ولصوص وخطابات تطفح بالطائفية. كل ذلك وأكثر حضر مع الإماميين الجدد. اخترت سلالة الرسي شهر سبتمبر لعودتها من جديد في محاولة لتمصي مهابة وجلالة وعظمة ثورة سبتمبر من قلوب اليمنيين. وعصي على مناجل الإمامة اقتلاعها ثمان سنوات منذ أن جثم كابوس السلالة على صدر البلاد، كابوس يقاومه اليمنيون بتعاويد الجمهورية وأحاديث سبتمبر ونضالات أيلول المجيد. وإن كان من حسنة لسلالة الحثي وانقلابها المشؤوم، فهي أنها جعلت اليمنيين يدركون أكثر من أي وقت مضى قيمة الجمهورية وعظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر. أما السلالة فإلى زوال. إن لم يكن اليوم فغدا حينها يرتل اليمنيون بيانا جمهوريا جديدا بسم الله وباسم الشعب معلنين قيام الجمهورية الثانية وانتهاء عهد السلالة الحوثية.